اشتركوا في القناة اذا فاتح بتفوت بقلب المجتمع وهو بتدمر المجتمع بينما المجتمع هو مفبرك من عائلات وهيدي العائلات قدا بتكونوا موحدة قدا بتخلي انه المجتمع يرجع ينبنى عن اول وجديد قوة المجتمع من قوة العائلة وحدة المجتمع هي من وحدة العائلة مشين هيك المجرفة تكانت تاني بالدستور العقائد فرح ورجاء بقول ان العائلة هي شراكة حب وحياة عميقة بخلي الانسان انه ما يعيش لحاله لانه الانسان هو بحاجة انه يعيش مع الاخرين وبقلب العائلة بعيش الانسان مع اشخاص بيهتموا فيه بيحبوه هو بيحبهم وما بحس حاله انه يعيش لحاله والمجتمع تحتها يتغير مفتاحه الوحيد هي العائلة قوة العائلة بتجديد وتغيير المجتمع هي بنشر سقافة صحيحة وسقافة سليمة وهيد السقافة هي مبنية على تعليم الرب وعلى الشهادة اليومية ليش الانسان هو بحاجة لهيد السقافة لا بحاجة لهيد العائلة تحت هيقدر يغيير المجتمع اول شغلة الانسان بحاجة للعائلة انه هي سندة ظهره بقلب هيد العائلة بيقدر هو يعيش كل شي هو بحاجة لقلو اذا كان حزين فيه ناس بتحزن معه وبتوقف حده اذا كان فرح فيه ناسي بتكون معه عم بتشاركه هيد الفرحة متل ما بقول مربولوس افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين تاني شغلة الانسان بحاجة للعائلة انه ما بحس حاله عيش لحاله بانما ينتمي الى جماعة هي بتعيش هيد الشراكة والحب تالت شغلة بيطلع الانسان عنده ثقة بحاله بهيد المحل يلي بيقدر فيه الانسان انه يختبر كل مؤدراته ومواهبه بيقدر يطلع من البيت قدر يتحدى كل مشاكل العالم وكل مشاكل المجتمع تحت هيقدر يكمل بقلب الحياة واخر شغلة بحاجة الانسان انه يكون هو بقلب عائلة لانه من خلال هيد العائلة بيتعلم انه يحس مع الاخر يسمع الاخر يشارك مع الاخر كل شيء مثل مع العائلة اللي هي تشاركت معه ومن خلال هيد المشاركة بيقدر يبني شراكة حب وحياة مش بس بقلب العائلة انما بقلب المجتمع هيك ساعتها من خلال وحدة العائلة بيصير فعلنا وحدة المجتمع ومن خلال هيد الوحدة المجتمع بنقدر نتحدى كل السقفات اللي هي عم بتفوت بقلب العائلة وعم بتفوت بقلب المجتمع تحتها تدمر الانسان قوة المجتمع من قوة وحدة العائلة وهيدي السقافة هي الشهادة اللي حتى نقدر نشهد كلنا سوا لثقافة الرب يسوع اللي هي لخير الإنسان ولخلاص الإنسان هيدا السقافة ما بتبلش إلا من خلال العائلة تحتى الإنسان يكتشف هيدا الحب العميق يلي بيخاطب رغبة قلبه عمق قلبه تحتى يكتشف قداش هو محبوب خلينا أحبائي بزمن الصوم ونقدر نفوت بهيدا السقافة من خلال التأمل بالكتاب المقدس من خلال الليتورجية من خلال كل شخص الله بيبعث لنا إياه تحتى نقدر نعيش الوحدة الذاتية والوحدة العائلية كلمة لنقدر نحسن هيدا المجتمع أكتر وأكتر ويكون صورة لشراكة الحب مع الله ومع الإنسان اشتركوا في القناة